أهلاً أيها الأصدقاء مسألة جديدة وهي مسألة علمية تتناول الاشتغال على النمذج العلمي هذا الدرس سيتعلق بالبحث في مرحلة جديدة يسير عليها العلم ويتخذها مصاراً وهي النمذج العلمي يمكن أن نحدد هذا التصور أو هذه المسألة وفق المصار التالي سنبحث أولاً في دلالة النموذج ماذا نقصد بالنموذج العلم وإذا يكون هذا التعريف تعريفاً مبسطاً يبحث في النموذج من جهتي ما هو علم ومن خلال بعض الاختصاصات العلمية ثم بعد ذلك سنبحث في أبعاد النموذج وأبعاد النموذج ستتناول ثلاثة أبعاد البعد التركيبي البعد الدلالي والبعد التدولي هذا من جهتي ما هو معرفة ولكن في الأخير سيتم البحث في النمذج العلمية بإخضاعها إلى نوع من المراجعة النقدي في مستويين المستوى الأول هو المراجعة النقدية للنمذج العلمية من جهة ما هو علم والمراجعة الثانية من جهة ما هو فلسفي الفرق بين المراجعتين هو التالي المراجعة النقدية للعلم من جهة ما هو علم يقوم بها العلماء والمراجعة الثانية وهي مراجعة فلسفية وإتقية وأخلاقية يقوم بها الفلاسفة من جهتي البحث في علاقة العلم بالإنسان وبالواقع الإنساني وبالقيم الإنساني دعنا نبدأ منذ البداية لنبحث في دلالة النموذج شو معناها نموذج وتحديدا شو معناها النموذج العلمي النموذج هو تمثل تمثل ذهن هذا يفترض أن العلم اتخذ لنفسه طريقة جديدة في الأداء ينطلق من البحث في التمثلات الذهنية التي ينشئها العقل معناها العلم ما عدش يبدأ كما كان قبل من واقع موجود ولا ينطلق من واقع افتراضي وهذا كعليه سميناه تمثل ذهن ما لا النموذج هي فكرة النموذج هي فكرة ذهنية لنسق العلم ممكن شو معناها نسق علمي وعليش قلنا ممكن تمثل ذهني قلنا راهي فكرة افتراضية نسق علمي في معنى نسق علمي في معنى أنها منظومة أو بنية علمية عندها عناصر وهالعناصر هذه تقيم فيما بينها نظام من العلاقات نعاود ما لا تمثل ذهني في معنى أنه تصور افتراضي نسق علمي في معنى أنه ينشئ يعني العقل ولا العالم ولا المنمذج لصفان وإلا المنمذج ينشئ لنفسه تمثلا ذهنيا في شكل بنية علمية هذه البنية العلمية هي بنية علمية ممكنة شو معناها ممكنة معناها لا وجود لنمذج واحد وإنما كل منمذج ينشئ لنفسه كل منمذج ينشئ لنفسه طريقة من النمذجة وهذا يفترض تعدد وتنوع النمذج بحسب بناءات المنمذج ما لا شيء ولي تمثل ذهني لنسق علمي ممكن من بين ممكنات أخرى قائم على التمثيل الاصطناعي إذا ما أردنا البحث يولي هك فكرة ذهنية ولا تمثل ذهني اصطناعي تمثل ذهني اصطناعي يقع بنائه وتخيله نحو إعادة إنتاج ويتحقق بشكل ممكن إعادة الإنتاج يعني أنه يكون قابلا للتحق تمثل ذهني لنسق علمي ممكن ويتم تأسيسه بشكل يتم تأسيسه بشكل اصطناعي ماذا نعني أيضا بالنموذج تصميم يبنى بغرضي تمثل الواقع والتحكم فيه في معنى أن النماذج تنطلق من معطي إما أن الواقع غير واضح ويتم العمل على توضيح واقع مركب معقد يتدخل المنمذج لينشئ واقعا افتراضي لينشئ واقعا افتراضي هذا الواقع الافتراضي يعوض الواقع الذي كان مركبا يعني ينشئ المنمذج يبني المنمذج واقعا بسيطا ليعوض واقعا معقدا ومركبا أو أن الواقع الذي ينطلق منه المنمذج هو واقع افتراضي يتخيله ما يمكن التأكيد عليه هو هذا الأول أنه عندي النموذج في شكل تمثل ذهني النموذج يتحقق في شكل تمثل ذهني الثاني أن هذا النموذج هو تمثل ذهني ولكنه ممكن ممكن يعني أنه هو حالة ممكنة من بين ممكنات أخر هذا هي الثاني الثالثة أنه هو تمثل اصطناعي تمثل اصطناعي في معنى أنه لا يوجد في الطبيعة ما هو طبيعي وإنما يصطنعه العقل الرابع تصميم يبنى وهذا يعني أن النماذج يقع بنائها هذه النماذج هي بناءات في شكل أنساق علمي لو نختزل الأمر نجد كلمة تمثل ذهن نجد أن هذا تمثل هو ممكن كنقول ممكن مدام ممكن يعني هناك إمكانات أخر هذا النموذج يصاغ في شكل تصميم بنائي وهذا التصميم البنائي يتحقق في شكل أنساق علمي النموذج أيضا يمكن أن نحدده إما في شكل صور في شكل رسوم في شكل بيانات في شكل تصميم وفي شكل مخططة النماذج إذا كان نجد نعود مرة أخرى تولي تمثل ذهن يقع إعادة إنتاج قابل للتحقق وهو فرضية ممكنة من بين الممكنة الأخرى وله طابع استي نعي النماذج تتحقق في شكل تصميم وبناءات هذه التصاميم والبناءات تبنى ولا يقع تشكيلها ضمن أنساق كيف تتحقق هذه النماذج التنجم تكون هذه النماذج في شكل صور والصور هنية هي صور الذهنية في شكل رسوم هذه الرسوم هي رسوم مجردة في شكل بيانات في شكل تصميم مثل ما قلنا قبل ذلك أو في شكل مخططة ماذا نلاحظ نلاحظ أن النماذج هي بناءات كيقول بناءات من يبني هذه النماذج المنمذج هو الذي يقوم بهذه البناءات في معنى أن المنمذج ماذا نقصد بالمنمذج المنمذج هنا هو من يصنع النماذج والنماذج هذه رهي فرضيات عمل وهذه الفرضيات هي فرضيات ذهنية قابلة للتحقق تهدف دائما إلى إيجاد حل لمشكل معنى كل نموذج له هدف له غاية وهذه الغاية هو حل لمشكل النماذج هذه تتصف بكونها نماذج مبسطة مصغرة ومتناسقة تصميمات مصغرة مبسطة متناسقة وسهلة الاستعمال تكون قادرة أنها تحل مشكل بسهول ويتم بناؤها وفق صيغ رياضي لو أردنا نلاحظ أن نماذج مبسطة ولكن الواقع الذي تعالجه هذه النماذج هي أو هو واقع مركب أو هي تشتغل على ظواهر مركبة لو نحاول الآن مع بعض أن نحدد ما يمكن الاحتفاظ به نعود النموذج هو تمثل ذهن تمثل ذهني في معنى أنها فكرة ذهنية فكرة ذهنية في معنى أنها تصور افتراضي يعني فكرة يجي العالم يتخيلها ولا يفترضها هذا العالم الذي يفترض ما مش قاعد تحت الشجرة ويفترض ويتخيل كما نعم نحن الإنسان العام لا القدرة والقوة متاع العلم هو أنه إذا ما تخيل شيئا ما فإنه يكون قادرا على فإنه يكون قادرا على أن يحققه ما لا النموذج تمثل ذهن النموذج تمثل ذهن لنسق العلم كل نموذج هو تحقق ممكن من بين ممكن ممكن أخر هذا التحقق يعمل على أن يتحقق في شكل تصميم هذا التصميم يصاغ ضمن بناء أنساق رياضية صياغ رياضية مجرد ينطلق لا من الواقع ما يبدأش من الواقع قد الواقع موجود النموذج ما يبدأش من حاجة موجودة يبدأ من حاجة افتراضي هذا كعش قلنا عليه قبيلة راه ممكن وهو يبدأ من حاجة افتراضية هل افتراضي هذا يعالج في مشكل معالج مشكل ماذا نقصد به أنه يعالج مشكل يعترض الإنسان باعتبار أن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان قد يكون واقعا مركبا أو معقدا النموذج ماذا يفعل ينش ويبني تصميما مصغرا وببسطا ومتناسقا لظاهرة أو لواقع مركب أو أنه ينطلق من فكرة متخيلة في الذهن ولكنها تكون قابلة للتحق النماذج تتحقق قنا في شكل صور رسوم بيانات تصميم ومخططة هذا فيما يخص النموذج نزيد نعاود مرة أخرى النموذج تمثل ذهني بناء ولا تحقق ممكن من بين تحققات أخرى يبنى في شكل تصميم مبسط ومصغر وسهل الاستعمال المنمذج هو الذي يبني هذه النماذج ليحل مشكل أو ليعالج مشكل بعين هذا شو معناها نموذج تعو قديش عندي من نوع من نوع نموذج دابور يزبنا نتفهم على حاجة ما عنيش نموذج عندنا نموذج عليه لأن كل المنمذج سيصنع لنفسه نموذج خاصا به هذا لوجود لنموذج وإنما توجد نموذج الفكرة الثانية التي يجب أن نشتغل على أنه إذا ما أردنا أن نحدد أنواع نموذج نجد نوعان نموذج مجسم مجسد في شكل حسي نموذج حسية مادية تصاغ في شكل أو تبنى في شكل مجسمات مجسدة كما الخراءة أو التصميمات الهندسية وعندي نموذج آخر مجرد رمزي هذا نموذج الرمزي المجرد هو نموذج ينتبه إلى أو يصاغ في شكل معادلات رياضية وكمية مثل الصياغات الرياضي نعطيك مثل القانون الثاني لفزي نيوتن وقت قولنا نيوتن فيكتور دي تيجال m فوا v فيكتور دي تيجال m فوا v صياغ رياضية في معنى صياغ رياضية في معنى فيكتور دي تيجال m فوا v هذا القانون هذا القانون الثاني لفيزياء نيوتن قانون الثاني لفيزياء نيوتن يتم سياغته من خلال هذوم عالمات رمزي أشوالي عندي ولا عندي نوعين من النماذج في مستوى بنائها يأما تكون مجسمات مادية حسية وإلا معادلات رياضية رمزية مجرد في الامتحانات ساعاتي حطلي كلمة نموذج في التمرين ولا في الفقرة التأليفية ولا في النص وساعاتي حطلي كلمة النمذج كأنه ثم فرق بين النموذج والنمذج الفرق بسيط لأن كل نمذج تستعمل في النمذج شو معناها نمذج؟ أهو شو معناها نمذج؟ نمذج تمشي علمي تمشي علمي يقوم على تمثلات على بناء تمثلات في شكل نمذج تمشي علمي يقوم على بناء تمثلات في شكل نمذج وإلا ما صار يتخذه العلم ويحدد شكل الممارس العلمي باستعمال النمذج في معنى؟ نحتفظ بهذا هو تمشي علمي من جه بناء تمثلات من جهة أخر ما صار مميز للممارسة العلمي ويقوم على ماذا؟ استعمال النمذج يعني النمذج العلمي هي إيش؟ هو شكل من الممارسة العلمية التي تستعمل النمذج النمذج قلنا عليه راهو تمثل ذهني والنمذج هي الممارسة العلمية التي تتخذ من النمذج شكل من الممارسة العلمي هذا في ما يتعلق بالبحث في معنى نموذج ودلالته نلتقي مرة أخرى في درس جديد مرحبا